السلام عليكم إعداد خفي في قناتك يقوم بالتجسس عليك ليلة نهار وهذا الإعداد طبعا يعمل حتى ولو كان النت مفصول طبعا في هذا الفيديو بدنا نشوف كيف نلغي هذا الإعداد ومعظمنا في عنده تطبيقات مثل الفيسبوك، إنستجرام، وواتساب جميع هذه التطبيقات وتطبيقات أخرى تتجسس عليك ليلة نهار من خلال هذا الإعداد وهو يعني اسمه المستشعرات المستشعرات بالإنجليزي Sensors طبعا إحنا في هذا الفيديو بدنا نلغي عمل هذه المستشعرات بحيث إنك يعني تكون في سلام طبعا عندما نلغي هذه المستشعرات بعض التطبيقات على الهاتف لا تعمل لذلك راح نشوف كيف نتغلب على هذه المشكلة فورا يعني ما في أي مشكلة إن شاء الله وسوف نشرح جميع الأشياء الخاصة بهذا التطبيق أرجو أن تتابعونا حتى النهاية ولكن اللي لسه ما اشترك في القناة أرجو أن يشترك في القناة والأشخاص المشتركين في القناة طبعا نعم الله أتمنى للجميع التوفيق وتابعونا حتى النهاية وشكرا للجميع أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نمنع التطبيقات من الوصول إلى المستشعرات لازم انفع الحالة المطور ندخل إلى الضبط ننزل في هذه القائمة إلى الأسفل إلى آخر شيء وهو حول الهاتف نلاحظ أنه ما في إشي بعد حول الهاتف لكن بعد شوي راح تظهر إلنا هون يعني عملية المطور حالة المطور نضغط على حول الهاتف هون معلومات البرنامج نضغط عليها يجينا هون في إشي اسمه رقم الإصدار نضغط على رقم الإصدار سبعة مرات بالإصبع واحد ثلاث أرمى خمسة ستة سبع هلا بيجينا هون هذا أدخل رقم البن الحالي يعني فتح الشاشة نضغط عليها ممكن هاي ما تظهر لكم هلا ونضغط في النهاية تم هلا بيجينا هون إشي اسمه رقم الإصدار عفوا هاي عملناها هلا بنرجع مرتين من هون من هذا السهم مرتين بنرجع لاحظ هلا إش ظهر لي ظهر لي خيارات المطور نضغط على خيارات المطور هنا ننزل شوي نجد إطارات مطور الضبط السريع نضغط عليها يظهر لي هنا إشي اسمه سينسورس ووضعها اوف احنا لازم نعملها وبالتالي الآن لو ذهبنا إلى الشاشة من أعلى يعني نزلنا الشاشة بالإصبع من أعلى راح يظهر لنا إشي هنا اسمه سينسورس اوف هاي ما كانت بالأول هلا سينسورس اوف انت علشان تمنع التطبيقات من الوصول إلى الكاميرا والمايكروفون وتمنع التجسس عليك يجب هاي انك تعملها اون أنا ما بستطيع أعملها اون لأنه بيقطع علي التسجيل وبيقطع علي المايكروفون والكاميرا فبالتالي بأعملها إذا بدي أعملها يعني بعد انتهاء التسجيل وعادة إذا ما بتستعمل الهاتف فترة طويلة هاي يجب انها تكون اون وطبعا سهل جدا انك تغيرها من اون إلى اوف يعني بتسحب الشاشة من الأعلى وبتغيرها فورا يعني إذا بدك تستعمل الجهاز تصور مثلا يجب انها تكون هذه الون هلا هي اوف يعني عشان إذا بدك تصور بتخليها اوف إذا ما بدك تصور بتخليها اون يعني ان شاء الله انكم تستفيدوا من هذا الفيديو وطبعا انا اذا في اي مشكلة بتواجهكم مستعد للإجابة على التعليقات اتمنى للجميع التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا